ثلث الإسرائيليين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر معطيات أظهرها التقرير البديل لعام 2019 الذي يصدر سنوياً عن جمعية العطاء حول نسب الفقر في إسرائيل تقرير الفقر البديل الذي نشر حديثاً يظهر وجود 530 ألف عائلة تحت خط الفقر في إسرائيل أي ما يعادل 20% من مجمل العائلات الإسرائيلية تقرير الفقر البديل هذا يعكس مستوى الفقر على نحو أعمق من التقرير الرسمي الذي تصدره مؤسسة الضمان الاجتماعي ففي حين تعتمد الأخيرة على مقياس الدخل فقط لقياس حالات الفقر في إسرائيل يستند التقرير البديل إلى خمسة معايير لقياس الفقر وهي السكن والتعليم والصحة والأمن الغذائي والقدرة على الصمود أمام غلاء المعيشة تقرير الفقر البديل أظهر أن مليونين ونصف مليون من بينهم أكثر من مليون طفل إسرائيلي يعيشون في فقر وأن 75% من المستفدين من المساعدة أفادوا بأن الطعام لا يكفيهم وبأنه ليس لديهم مال كاف لبقية الشهر وبأن 60% من السكان الفقراء قلصت لائحة طعامهم اليومي وبأنه بسبب الأوضاع الاقتصادية عانى 35% منهم من الجوع التقرير عز أسباب تفاقم نسبة الفقر إلى الجمود السياسي الحاصلي بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل وأشار مسؤولنا في جمعية العطاء إلى أن جولات الانتخابات المتتالية وشلل الكنيسة والحكومة الانتقالية غير القادرة على الحكم جعل إسرائيل تخسر سنة كاملة بسبب غياب الخطط البديلة والمتعددة السنوات للخروج من هذا الوضع